بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري معصية سيئة ذنب تجنبه الآن لماذا؟ لأنه يغلق عليك أبواب الإجابة ويغلق عليك أبواب الخير وكذلك يأتي بالفقر ويجلب الأمراض لبيتك ولنفسك ولبدنك ما هو هذا الذنب؟ ما هي هذه المعصية التي يغضب الله سبحانه وتعالى جداً إذا ما عملتها الذنوب الخوافي الذنب الخفي الذي تتصور أنت بأنه لا يراك الله سبحانه وتعالى عندما تعمله ألم يعلم بأن الله يرى الله سبحانه وتعالى عندما يراك تبحث عن مكان لا يراك فيه الناس يقول لك الله سبحانه وتعالى ويناديك ألم تعلم بأن الله يرى ألم تعلم بأن الله يرى ألم تعلم بأني أراك ماذا تفعل الآن لذلك الله سبحانه وتعالى رجاء استمع ماذا يقول لماذا جعلتني أهوى الناظرين إليك لماذا تستحي من الناس ولا تستحي مني يعني بمعنى لماذا جعلتني أهوى الناظرين إليك بمعنى إذا نظر إليك أبوك تستحي أن تعمل هذه المعصية وإذا نظرت إليك أمك تستحي أن تعمل هذه المعصية وإذا نظرت إليك زوجتك أو نظر إليك عمك أو أخوك أو خالك أو أولادك تستحي ولكن عندما يصل الأمر وأنت في الخفاء تعمل هذا الذنب فلا تستحي من الله سبحانه وتعالى الله يقول يعني أنا عادي أنظر إليك عادي وأنت تعصي أنت جعلت من أبيك قيمة ولا تقبل بأن تنزل قيمتك عنده وأنت جعلت من أمك قيمة وجعلت من أهلك قيمة لهم قيمة لذلك أنت تريد أن تحافظ على سمعتك بينهم على منزلتك بينهم فلا تحب أن ينظر إليك وأنت تقوم بهذه المعصية ولكن أنا عادي ألا تريد أن تحافظ على منزلتك عندي ألا تريد أن تحافظ على مكانتك عندي هل أنت إذا عملت هذه المعصية أمامهم هل يستطيعون أن يمرضوك هل يستطيعون أن يميتوك هل يستطيعون أن يفعلوا لك شيء فقط بأنهم ماذا يستحقرونك ولكن أن الله سبحانه وتعالى إذا رأيتك على المعصية فأقطع رزقك وأقطع عنك الإجابة وأجلب عليك الفاقر وأمرض بدنك وأجعلك تعيش في هم وغم وضيق عرفنا الآن لماذا الله سبحانه وتعالى يغضب على هذه المعصية احذر أن تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك مشكلتنا جميعا نقع في هذه المسألة لا يوجد هناك إلا الأوحدي من الناس من لا يقع في هذا الأمر بأنك ماذا عندما تريد أن تعمل معصية فإنك تختفي عن الأنظار وتسمى هذه هي الذنوب الخوافي تختفي عن الأنظار وتنسى بأن الله يرى لا يهم المهم أبي لا يراني المهم أمي لا تراني المهم زوجتي أولادي أخوتي أخواتي لا يرونني أما الله سبحانه وتعالى فليراني وإذا رآني مع أن أمرك بيد الله سبحانه وتعالى الأمر ليس بأيديهم لذلك هذه المعصية التي فيها استخفاف شديد لله عز وجل واستخفاف شديد لنظرة الله إليك بمعنى لا احترام ولا تقدير ولا كأنه الله عز وجل يؤدي بأن الله سبحانه وتعالى يمنع عنك ماذا الإجابة يغلق عليك أبواب الخير يأتي لك بالأمراض والهموم لماذا؟ كي تعلم بأن الله سبحانه وتعالى عندما تعصيه تقع في هذا الذنب العظيم ذنب الاستخفاف لا الله يريد أن يشعرك بأني أرى بأني أرى كيف يجعلك تشعر بأنه رأىك؟ يقوم بجعلك تمرض تفتقر تذل تهان هموم أحزان فقر عدم الإجابة ليشعرك بأني أرى لأنك لا تؤمن إلا بهذه الطريقة القاسية بهذه الطريقة الملفتة بقوة بغلظة معك لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن الذنوب الخوافي أما إذا متقيت الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبين الله عفوا وإذا ما خلوت بخلوة ذكرت الله سبحانه وتعالى لا هنا تكون دعوتك مجابة بل تكون من أصحاب الكرامات بل تكون من الذين يأتي إليهم الناس من كل حدب وصوب من كل فج عميق ويسألونك الدعاء لماذا؟ لأن أهم العبادات وأفضل العبادات وأجمل العبادات التي أنت تقوم فيها ما بينك وبين الله عز وجل بالسر بالسر أفضل هذه العبادات لماذا؟ لأن هنا الإنسان يستطيع أن ينام يستطيع أن يتكاسل يستطيع أن لا يقرأ القرآن يستطيع أن لا يدعو الله عز وجل ولكن فيما بينه وبين الله هو لا يختلف أبدا فيما بينه وبين الناس يعني باطنه كظاهره وظاهره كباطنه الله يحب هذا الشخص الذي عندما يجعل من نفسه تقيا أمام الناس ولكنه عاصيا فيما بينه وبين الله الله يبغض هذا الشخص أما الذي يحبه فهو الذي يكون تقيا أمام الناس ويكون تقيا أيضا بينهما بين الله سبحانه وتعالى فتكون له المراتب العليا قضاء الحوائج يكون له كن فيكون برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام